مزا الخير ومرحبا بكم في القناة ديالي كيف كتشوفوا اليوم غادي نصيبوا الشربة ديال السامك غادي تعجبكم بزاف توجدوها في ضرف نصف ساعة قبل الافطار وكيف كتشوفوك نقدمها معاليني مهدود الخضراء غادي نحط لكم الفيديو ديالهم قريبا ان شاء الله المقادير هنحتاجو قرعام حكوكا الكروم محكوك الجزان محكوك بسلام قطع رقيقة بزاف الفطر قطعوه بحال هاتشكل هنحتاجو القمرون كروفيت والقشور دياله غادي نطيبوهم هما بيش غادي نصيبو الشربة اليوم المرق ديالهم غادي نزيد عليه الماء ونزيد عليه العطرية ديال الشنوع عندي إلا عندكم استعملوها غادي نطيبو هنحتاجو الحوت أو سمك طرفة هدا كادفش اللي استعملتانايا والشارية الصينية والصوجة والعطرية زنجبيل وفلفل أسود وملح غادي نبدو أولا غادي ناخدو ديك العطرية نزيدوها لهاد القشور ديال القمرون باش نصيبو المرق ديالنا دائما يكون عندكم هاد القشور ديال الكروفيت طيبوهم خليوا في تلاجة نهارت بغوا تصيبو الشربة تلقاوه أول خطوة غادي نستعملوها الشربة باش نسربيو احنا بغينا نصيبوها سريعة قبل الإفطر غادي ناخدو الشعرية كدليك تاني خطوة غادي نديرو عليها المطايب نخليوها تطلق قلبوها باش تزع ما خليو الماء يدخل فيها مزيان من بعد ان انتا تشوفوها تلقات قطعوها بالمقص بلا ما تحيدوها من الماء وتكرم لكم او تيبس قطعوها بالمقص فوسة الماء وخليوها حتى نبغيو ان نزيدوها نضيفوها للشربة غادي نضيب الكروفيت كيف قلت لكم القشور ديالو هملو لنصفاه باش يكون موجود عندي الماء ديالو قبل ما نبدأ الشربة اولا غادي ندير زبدة الدوب شوية زبدة نزيد عليها البصلة ونزيد الفتر لان الفتر عندي انا فرش خصو الوقت باش يطعب الى عندكم غايل الفتر اللي يبس كدديرو مباشرة هو الخضرة غا نزيد شوية ديال زيت العود اختيارية انا كنزيدها كتعجبني الماء داق ديالا حركو هاد شي مزيان يتقلم زيان كيف قلت هاداك الفتر اللي غا تديروه فرش خصو شوية الوقت يطيب لان الخضرات غاية غادي تطيب غادي نضيف عليه دباء المارق ديال السمك اللي طيبت كامل إلا جاكم قليل زيدوا الماء لابغتوا الصوبة اكتر انا قدرت القياس على العائلة شحال خاصنا باش ما تبقاش نغطيوه نحسو به طاب هاداك الفتر غادي نزيدو دباء الخضرة ديالنا الخضرة راه دقيقة ديالة بخمسة دقائق نزيدو هاد الخضر ونغطيو عليها كيف قلنا خمسة دقائق ونزيدو التوابل ما تنسوش التوابل غادي نديروهم من بعد ما نزيدو الخضرة اللي فقط غا نديرو زنجبيل وفلفل أسود وشوية الملح ما تكتروش الملح لانا الصويصوس الصوجة كتكون مالحة وخا كنا ناخد الصوجة اللي قليلة الملح low sodium دائما نشريو low sodium منين طابتلينا دباء الخضرة هاد نزيدو السمك اللي قطعناها طروفا كي حتى شوية طيب قبل الكروفيت باش ما لدرناه في الآخر غادي يبقى قاسح شوية ونحن متأكدو انه على حسب شنو السمك اللي غا نديرو هادا الكاد فش كن نطيبو انا ثلاثة دقائق كنقلبو كالقاح صافي لانا ما زالش غادي نزيد الكروفيت ونزيد الشعرية الصينية هما الأخيرين كنديرهم ثلاثة دقائق الكروفيت ما تفوتوش ثلاثة دقائق في الطيب ديالو لانه يلا طاب بزاف كي قصح وكي تكمش غادي نغطى لهم واحد ثلاثة دقائق راه الصوبة بسرعة كتوجد ها هو الطاب لنا الكروفيت كل شي طاب صوبة ديالنو جداد آخر حاجة غادي نزيدوها هي الصويصوص صوجة غادي نزيدوها مباشرا نحركو وغادي نغطيو ونطفعو البوطة خمسة دقائق ونقدموها ساهلة وكتجي رائعة وصحية بسرعة كتوجد هتا تبقى لكم من الساعة ديالأفطار كيف قلت هذو كلاني ما عدي نحطهم لكم بالخضرة مع مرين تمنى أجربون الفيديو وتجربوه وشكرا على المشاهدة